العام 1920 طان مصر يولد له ولي لعهده تقوم ثورة مصر ويضطر الإنجليز إلى إعلان استقلال مصر ويتم تولية فؤاد ملكا على مصر فؤاد أصبح الآن للمرة الأولى ملكا متزوجا من الملكة ناظلي وعنده ولي للعهد هو فاروق الأول هذا الفتى هو الإبن الذكر الوحيد على أخوات ثلاث بنات من الملكة ناظلي وقد سبقه أخ لم يتم عام مات من الزوجة الأولى للملك فؤاد وهي شويكار وبقيت ابنتها يموت فؤاد في عام 1936 فيعود فاروق إلى مصر ويتوج ملكا عليها تحت الوصاية وحينما يتم 18 عاما قمرية يتم مبايعته ملكا دستوريا للبلاد وتخرج المواكب لمبايعة الملك الجديد ملكا دستوريا لمصر يتجه الملك في موكب حاشد وسط حب جارف من الشعب المصري إلى مجلس الأمة أو مجلس الشعب كي يقسم اليمين الدستورية ها هو الملك في عربته وسط ختاف وتحية من الشعب المصري يدلخ الملك إلى داخل مجلس الشعب أو البرلمان المصري كي يلقي اليمين الدستورية يستقبله في داخل البرلمان رئيس الوزراء النحاس باشا وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس البرلمان يجلس الملك فاروق على الكرسي في انتظار إلقاء الكلمة وها هو يقسم اليمين الدستورية وهذا التسجيل الصوتي هو تسجيل حقيقي لصوت الملك فاروق وهو في الثامنة عشرة من عمره أيضا في عام 1938 يخرج الملك فاروق لوداع كسوة الكعبة المتجهة إلى الكعبة المشرفة فيما يعرف بالمحمل الشريف يتقدم هذا المحمل جمل يحمل غطاء باب الكعبة ويسمى الجمل نبيل نرى في هذه الصورة السفير السعودي وبعض آل سعود وهم واقفون في هذا الاحتفال في انتظار أن ينقل الحجيج والمحمل المصري الكسوة إلى مكة شرفها الله يقف الملك فاروق وإلى جواره شيخ الأزهر الشريف في وسط حفل مهيب لخروج المحمل الشريف وهو من الطقوس الدينية يحضر الملك الشاب العروض العسكرية باعتباره قائدا للجيش في أكثر من مناسبة هذا سلاح الفرسان الملكي وهؤلاء هم الهجانة ركبت الجمال انقضت ثمانون عاما على تلك المشاهد التي طرونها ولكنها أصبحت جزءا من تاريخ مصر يصعد الملك إلى العربة وإلى خلفه النحاس باشا رئيس الوزراء يسير الموكب الملكي في تلك العربة التي تجرها الخيول مخترقا شوارع القاهرة حضور صلاة الجمعة والاختلاط بالعلماء لكي يبدو في صورة الملك الذي يحافظ في عام 1938 يتزوج الملك فاروق من الملكة فريدة أقيم حفل زواج أسطوري للملك فاروق وللملكة فريدة كبار رجال الدولة وعلماء الدين يذهبون للمباركة للملك والحصول على هدايا الزواج السعي واتهاج الشعب المصري بهذا الزواج هذه هي بعض مشاهد حقيقية لهذا الحفل ينجب الملك فاروق ثلاث أميرات من الملكة فريدة ثم بعد الطلاق يتزوج الملك فاروق من ناريمان لتصبح ناريمان ملكة لمصر بعد الملكة فريدة يشاء الله أن يهب ناريمان مولودا ذكر للملك فاروق فتصبح أمه أم ولي العهد ويصبح لفاروق وليا لعهده ولكن الظروف السياسية في مصر تغلي منذ حرب فلسطين ومنذ عام 1945 ومع قوة المد الشيوعي وحرب فلسطين تتضعضع مكانة الملك فاروق إثر هزيمة الجيش المصري في حرب 1948 ونتيجة لذلك تضعف شعبية الملك فاروق خاصة عند حدوث حريق القاهرة في الوقت الذي كان يحتفل فيه الفاروق بولي عهده ولا تنقضي ستة أشهر حتى يطيح الجيش بفاروق الملك الأب معلنا تنازل فاروق عن العرش لصالح المولود الملك أحمد فؤاد الثاني ثم بعد ذلك تقوم ثورة يوليو بإلغاء الملكية من مصر يخرج فاروق حاملا ولي عهده إلى كابري في إيطاليا وهنا نرى مشاهد وداعي الملك من طاقم المحروصة ونزول الملك للحياة في المنفى مع بناته الثلاثة وولي عهده الصغير ولكن الملك نريمان ما تلبث بعد عام أن تعود إلى مصر وتطلب الطلاق وتنفصل عن الملك فاروق وتحيا حياة عادية وتتزوج من شخص آخر ثم تتزوج من بعده بآخر ويبقى الملك ملكا على أبنائه فقط وتبقى ثورة 1952 تحكم مصر منذ ذلك التاريخ هذه مشاهد حقيقية لثورة 1952 وهذه مشاهد لفاروق في المنفى وها هي الملكة نريمان تذهب لزيارة ابنها بعد أن طلبت الطلاق واستطاعت أن تسترد جواز سفرها وتصبح شخصية عادية هنا فاروق يقضي بقية حياته في المنفى إلى أن يسمم ويموت وتقام له الجنازة في إيطاليا ويصلى عليه وتحضر الملك نازلي أم فاروق لتراه وتلقي عليه الوداع الأخير وينقى الفاروق إلى القاهرة ثم بعد دفنه بسنوات يوافق أنور السادات على نقله إلى جوار أبيه في مسجد الرفاعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر